أخي الحبيب، نرى كثيرا من الشباب في هذه الأيام يشمت بأخيه المسلم وكيف يليق به ذلك؟ والمسلم أخو المسلم دعني أوضح لك بعض الأمثلة من واقعنا المعاصر في شخص إذا رأى مريضا عنده عاهة فيعيبه ويضحك عليه ويقول انظر إلى شكلك في المرآة مثلا يأتي فلان آخر ويرى شخصا فقيرا ملابسه متقطعة فتراه يضحك ويجمع الناس عليه ويبدأ بالسخرية منه فيقول انظر إلى هذا الفقير كيف حاله وكيف يلبس مثلا شخص تعثر فسقط وآخر رأاه فضحك عليه هذه بعض الأمثلة الموجودة بكثرة ونراها في مجتمعاتنا الإسلامية علما أن الإسلام حثنا على عدم الاستهزاء بالآخرين كما أمرنا الله سبحانه في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة أي لا يسخر أحد من أحد ولا يناديه بألقاب تسيء إليه ولا يذكر عيبا لأخيه المسلم وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى السخرية هي الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه والذي قد يكون بالمحاكاة في القول والفعل أو يكون بالإشارة والإيماء وهذا دليل على أن الضحك على الناس من الذنوب والكبائر وذلك بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو على أفعاله إذا كانت مشوشة أو على صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهية عنها فلا تظهر الشماتة لأخيك المسلم فيعافيه الله ويبتليك فكل الجراح تلتئم ولكن جراح الليسان واللمز لا يلتئم بل يبقى عالقا في القلوب المنكسرة عافينا الله وإياكم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر